المحامي المشتبى تختلف عملية تسجيل المواليد اعتماداً على ما إذا كانت الولادة حدثت في المشفى أو خارج المستشفى بالنسبة للولادات في المستشفى يتم إصدار تقرير الولادة من المستشفى ويتم ترتيب الولادات خارج المستشفى من خلال تقديم الطلب إلى مديريات النفوس يجب إخبار مديريات النفوس والجنسية عن الولادات التي تحدث داخل تركيا خلال ثلاثين يوم بعد الإخبار يتم تقديم طلب إلى دائرة الهجرة لتسجيل حديث الولادة تحت الحمالة المؤقتة ومنحه الهوية أما عن شهادة الوفاة هي وثيقة تصدر عند وفاة الشخص تضمن معلومات الهوية وسبب الوفاة وتاريخ الوفاة وحالة تشريح الجثة في حالات الوفاة في المؤسسات الصحية الرسمية يتم إعداد محاضر الوفاة من قبل الموظفين المسؤولين على المؤسسة ذات الصلة ويتم تصديقها من قبل مدير المؤسسة أو رئيس الأطباء في حالات الوفاة في المؤسسات الصحية الخاصة تصدر محاضر الوفاة بعد تصديق الوثيقة التي قامت طبيب المعالج للشخص المتوفي بإعدادها في حالات الوفاة خارج المؤسسات الصحية يتم ترتيب شهادة الوفاة من قبل طبيب البلدية في مكان الدفن يتم الإخبار عن الوفيات إلى مديرية النفوس من قبل السلطة التي أصدر تصريح الدفن في غضون عشرة أيام من تاريخ الوفاة يتم الدفن في الأماكن المخصصة من قبل البلديات مع تصريح الدفن من أجل ضمان الصراحية عالمية لمثل هذه الوثائق المعدة من قبل المنظمات العامة يجب الحصول على توثيق أبو ستيل من قبل المؤسسات المسؤولة بهذه المعلومات تطريب ببطء من نهاية الفيديو الخاص بنا في نهاية الفيديو ستجدونا أرقام هواتف المكاتب التي نعمل بها يمكنكم التواصل معنا على أرقام الهواتف هذه لحصول على معلومات مفصلة حول هذه المشكلات وما شابهها يمكنكم أيضا إرسال تعليقاتكم حول الفيديو الخاص بنا وخلال نقرأ على الرابط الموجود في جزء الوصف في الفيديو وتحديد موضوع الفيديو التالي من القائمة الموجودة في النموذج أتمنى لكم أيام سليمة ترجمة نانسي قنقر